تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المنبوث الخاص لشؤون المناخ افتتح سعادة السيد فيحان محمد الفيحان القائم بعمال وكلي وزارة النفط والبيئة فعالية المؤتمر والمعرض الدولي الأول لاتحاد الكيميائيين الخليجي ويهدف المؤتمر والمعرض الدولي إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بتحسين الصناعات الكيميائية العالمية في ظل تحديات الكيمياء والبيئة وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والرواد في علم الكيمياء من مختلف أنحاء العالم وقد نقل الفيحان تحيات سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ لجميع المشاركين والداعمين والمتحدثين من مختلف دول العالم وانوها بأن هذه الفعالية المهمة تدعم وتعزز من الصناع البتروكيموية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم أفضل ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعات الكيميائية العالمية وأشهد سعادته بجهود اللجنة المنظمة لهذه الفعالية العالمية في نسختها الأولى بمملكة البحرين الأمر الذي يؤكد على ما تبدله حكومة مملكة البحرين من جهود متميزة ومبتكرة في تحسين الخدمات وتقديم التسهيلات الجاذبة والدعم اللوجستي والمساند في مختلف المجالات لاستقطاب مختلف الفعاليات المتخصصة تعزيزا لدورها الرائد كأحد المنصات المفضلة لإقامة المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية كما افتتح سعادة القائم بأعمال وكيل وزارة النفض والبيئة على همش المؤتمر المعرض المصاحب الذي شارك فيه أكثر من ثلاثين شركة متخصصة من مختلف دول العالم والذين استعرضوا أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة والدراسات في هذا المجال الصناعي المهم تنطلق من مملكة البحرين النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي الأول لاتحاد الكيميائيين الخليجي بمشاركة واسعة من نخبة من المتحدثين العالميين المختصين في هذا المجال وكبار المسؤولين والأكاديميين الذين سينقشون عددا من المواضع الهمة والتي ستعزز الكيمياء المعاصرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هذا المعرض هو أول معرض لعلم الكيمياء في الخليج ونعتبره من طبعا علم الكيمياء يتخذ أهمية أكبر كل سنة وخاصة لإيجاد حلول للقضايا المهمة في العالم المسجدات التي تكون في المتمر هذا يمكن أن تعرض لأول مرة يكون فيه ورشة لتمكين المرأة واستدعينا برضو من المتحدثات من دول الخليج ومن أمريكا وأضف إلى ذلك في برنامج الكيمياثون الكيمياثون عاش نحن تشجيع طلبة الجامعة على الأبحاث وبرضو عندنا تشجيع اللي هو العلب والعلماء بالنسبة لحق الشباب والباحثين استحدثنا برنامج أو مسابقة عمر ياقي البروفيسور عمر ياقي طبعا لأحسن الباحثين في الجامعات هذا المؤتمر يأتي لواجه التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية التي تؤثر على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية لإيجاد حلول مبتكرة ومميزة ومرنة وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام خلال هذه المؤتمر سيتم التكلم والتحدث عن أمور مختلفة ومن أهمها احتجاز الكربون ونحن نعلم أهمية هذا الموضوع حاليا بالنسبة لتغير المناخ أيضا سيتم مشاركة بعض العلماء والباحثين في استعراض أحدث التطورات والتقنيات والمواد الفعالة والتي تهتم في احتجاز الكربون وإعادة استخدامه مملكة البحرين سباقة في استضافت هذه الفعاليات العلمية ومنها هذا المؤتمر المؤتمر يركز على تخصص الكيميا وتوظيف هذا التخصص في مجال الصناعة وأيضا التعاون مع الجهات الأكاديمية من جامعات ومراكز أمحاث في توظيف الفعال للكيميا وخدمته للمجتمع عدد من البرامج والأنشطة المتكاملة التي تخللت هذا المؤتمر والمعرض الدولي من حلقات نقاشية ودورات قصيرة وفعاليات شبابية متخصصة وبرامج خاصة بالإضافة إلى مسابقة خاصة بتقديم أبحاث الطلاب الجامعيين الموهوبين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف خدمة مجال الكيميا مؤتمر ومعرض اتحاد الكيميائيين الخليجي الأول يقاوم على أرض مملكة البحرين ليؤكد جهود المملكة في تنظيم هذه المعارض ودعم مختلف المجالات من خلال توفير منصة عالمية للحوار وتبادل المعرفة وتعزيز الدعم الكيميائي في الخليج العربي شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين